اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أن قصص النجاح التي سطرت بسواعد أبناء البحرين والتي كان مصدرها عزاء مصادقة وهمم عالية هي مصدر اعتزاز على الدوام نستمد منها القوة والإصرار لمصالة مسيرة البناء والتطوير من أجل الوطن والمواطن كونه محورا للتنمية وأساسا لمختلف مسارات العمل الحكومي وأشار سموه إلى أهمية الاستمرار في الدفع قدما بمسارات تطوير منظومة الخدمات الحكومية وتبني التكنولوجيا وتوظيف الحلول الرقمية التي تضمن تقديم أفضل الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة من خلال ترسيخ الإبداع والابتكار وإرساء ثقافة التميز بما يصب في تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظه الله بقصر الإقضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة وعدد من أصحاب المعالي والسعادة من الوزراء والمسؤولين بتكريم مراكز الخدمة الحكومية الحاصلة على تصنيف الفئة الذهبية ضمن برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية تقييم أربعة والبالغ عددها ثمانية عشر مركزا وهي الجهات التابعة لوزارة الداخلية مركز خدمات التخليص الجمركي بالمنفذ البحري بشؤون الجمارك مركز الخدمات الشامل بالشحن الجوي بشؤون الجمارك إدارة المنافذ البرية بشؤون الجمارك رخص السواق بمدرسة تعليم السياق بالإدارة العامة للمرور الإدارة العامة للدفاع المدني فرع المجمع الأمني المحرق شؤون الجنسية والجوازات فرع مدينة عيسى شؤون الجنسية والجوازات فرع المحرق فرع مركز بطاقة الهوية بمدينة عيسى التابع لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية المراكز التابعة لوزارة الصناعة والتجارة مركز البحرين للمستثمرين مركز فحص المعادن مركز حماية المستهلك المراكز التابعة لصدوق العمل تمكين مركز خدمة العملاء مجمع السيف مركز خدمة العملاء مبنى بيت التجار مركز خدمات المشتركين بمدينة زايد التابع لهيئة الكهرباء والماء مركز خدمات المراجعين بلدية المنطقة الجنوبية التابع لوزارة شؤون البلديات والزراعة مركز التراخيص البيئية التابع للمجلس الأعلى للبيئة مكتب بريد المحرق التابع لوزارة المواصلات والاتصالات مركز خدمة العملاء التابع لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني وهن أسموه الجهات الحاصلة على تصنيف الفئة الذهبية معربا عن اعتزازه بما حققته مراكز الخدمة الحكومية من إنجاز يدل على تأدية منتسبي هذه المراكز عملهم بكل جدارة وإتقان وأمانة وهو ما يعد محل تقدير لدى الجميع ويعكس دورهم الريادي في منظومة الخدمات الحكومية مؤكدا أن الوصول إلى الإنجاز المتميز يبعث على الفخر وإذ كان هذا التميز في خدمة الوطن والمواطن فالفخر به مضعف ودعا سموه جميع مراكز الخدمة الحكومية لإطلاع على تجربة المراكز الحاصلة على تصنيف الفئة الذهبية والاستفادة منها في التميز في تقديم الخدمات الحكومية معربان عن شكره وتقديره للجنة التقييم على كافة الجهود المبذولة مؤكدا همية مواصلة العمل على تطوير السياسات ووضع المعايير التي تسهم في زيادة التنافسية ورفع كفاءة تقديم الخدمات الحكومية من جانبهم عرب أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والمسؤولون عن مراكز الخدمة الحكومية التي تم تكريمها اليوم عن شكرهم وتقديرهم لصحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله لتشريفهم بالتكريم مؤكدين أن هذا التكريم والسهم الشرف واعتزاز ودافع لمواصلة العمل وبدل المزيد من العطاء في خدمة مملكة البحرين